أصبح يوتيوب الآن ثاني أكبر محرك بحث في العالم بعد جوجل منذ إنشائه أصبح بإمكان أي مستخدم تقديم محتوى خاص به مهما كان مستواه وإمكانياته ومطالعة مليارات المحتويات الأخرى نال يوتيوب سمعة كبيرة بسبب توفر إمكانية متابعة المستخدم للقنوات والمقاطع التي تثير اهتمامه وفي الوقت الذي يريد ومن أي مكان في الحقيقة أصبح يوتيوب جزءا من حياة مستخدميه إذ أنه مصدر كبير للربح والتسويق والتعلم ومتابعة الأخبار والتواصل والترفيه وغيرها في هذا الفيديو سنعرض الكثير من المعلومات عن اليوتيوب سنعرض أهم إحصائيات تلك المنصة الضخمة شاملة أهم الحقائق الديمغرافية والمالية وأشهر النجوم والمقاطع المرفوعة عليها تم إنشاء اليوتيوب في فيفري 2005 أول فيديو تم رفعه على اليوتيوب كان لحديقة حيوان سان دييغو في الثالث والعشرونة أبريل 2005 تم إنشاء يوتيوب على يد كل من ستيف شان هاد شاد هيرلي جويد كاريم المدير التنفيذي لموقع يوتيوب هو أو هي سوزان ووجسيسكي يتجاوز عدد موظفين يوتيوب ألفي موظف حول العالم اشترت جوبل شركة يوتيوب سنة 2006 بمبلغ 1.65 مليار دولار عدد مستخدمي اليوتيوب شهريا مليار وتسعمائة مليون مستخدم يجذب يوتيوب أكثر من ثلث مستخدمي الأنترنت حول العالم كل 60 ثانية يتم رفع أكثر من 400 ساعة مشاهدة عالية الجودة على اليوتيوب عدد زواره حول العالم 30 مليون زائر يوميا عدد ساعات المقاطع التي يتم مشاهدتها على اليوتيوب يوميا أكثر من مليار ساعة أكثر من 50% من مشاهدات اليوتيوب تكون عبر أجهزة الهواتف بواقع 500 مليون مشاهدة عدد صانعين محتوى حتى الآن 50 مليون صانع محتوى متوسط مدة الجلسة الواحدة لاستعمال اليوتيوب هو 40 دقيقة عدد مقاطع الفيديو التي يتم مشاهدتها يوميا على اليوتيوب هي 5 مليارات مقطع أكبر قناة على اليوتيوب هي قناة بيو دايباي بواقع 67 مليون مشترك وأشهر شخصية هو نفس مالك هذه القناة بيو دايباي أعلى مقاطع يوتيوب مشاهدة هي أغنية ديس باسيتو بواقع 5.2 مليار مشاهدة أرباح شركة يوتيوب التقديرية لسنة 2015 هي حوالي 9 مليارات دولار تقدر أرباح أكثر نجوم اليوتيوب ربحا لسنة 2005 بـ 12 مليون دولار هناك أكثر من 1500 قناة يوتيوب مليونية أي يتعدى مشتركها المليون مشترك 62% من مستخدمي اليوتيوب هم من الضكور بينما يشكل الإناث 32% 80% من المشاهدات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية 9% من المشاريع الناشئة تمتلك قنوات على اليوتيوب الفئة العمرية أكثر من 35 عاما وأقل من 55 عاما هي من أسرع الفئات نموا على اليوتيوب 75% من البالغين يفضلون المقاطع القديمة النصطلجية كأكثر من المقاطع التعليمية والأحداث الحالية أغلب جيل الألفية الجديدة يفضلون استخدام اليوتيوب عن مشاهدة التلفاز التقليدي الفئة العمرية بين 18 و 34 عاما تشاهد اليوتيوب بشراها أكثر من أي فئة عمرية أخرى يخدم اليوتيوب 88 دولة بواقع 76 لغة يتابع الذكور بشكل أساسي فيديوهات مباريات كرة القدم والألعاب الاستراتيجية تتابع الإنات بشكل أساسي مقاطع التجميل والعناية الشخصية يحتل الوطن العربي وشمال إفريقيا المركز الثاني في نسبة المشاهدات اليومية بمعدل 310 مليون مشاهدة يتم رفع ساعتين من المقاطع المرئية في الوطن العربي كل دقيقة التكلفة السنوية لإدارة اليوتيوب هي 6.35 مليار دولار والربح السنوي الذي يحققه يوتيوب إلى شركة جوجل هو تقريبا 13 مليار دولار حتى 9 مليار دولار سنويا يحقق اليوتيوب 6% من أرباح جوجل من الإعلانات إجمال مجموع أرباح أعلى مشاهد اليوتيوب لسنة 2017 هو 127 مليون دولار أعلى مشاهد اليوتيوب ربحا لسنة 2018 هم قناة دان تي دي ام لصاحبها دانيال ميدلتون وبعدها قناة فانوس جيمينج ديود بيرفكت ترجمة نانسي قنقر